اتصل بأحدهم ذات مرة فقال أنا عندي بضاعة بيبسي كبيرة تقدر بالملايين يقول فجاءني شابان عليه ما سيم الخير والصلاح فقالوا أهرق هذه البضاعة لأنها بضاعة أمريكية فخطر ببالي فكرة فقلت ما السيارة التي يركبونها قال فورد قلت إذن كلهم يحرقون الفورد ثم أرق الببسي فيعني التصور كثير من الشباب في هذه القضايا أمر في غاية الخطورة ترجمة نانسي قنقر